السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته و اهلا بكم متمعيني الكرام و متمعيني قناتنا اخر و خلاصة معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدور الالماني و ترتيب الهدفين و نتائج مباريات الجولة السادسة والعشرين كاملة بعد الانتهاء اليوم الـ 11-21-03-2021 متمعيني الكرام لأول مرة زرنا في قناة نجزي الاشتراك في القناة بضغط على الزر الاحمر أسفل الفيديو و مقطوع على اشتراك و سبسكرا بعملك الفيديو فعل زر الجرس اللي هوصل لكل جديد باستمرار بإذن الله تعالى بدأت مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الالماني الجمعة 19 مارس 2021 بفوز لايبزيك على ارمينيا بيلفلد 1-0 السبت 23-2021 البايرن فاز على شتوتجارد 4-0 ايندرخت فرانكفورت فاز على يونيوم برلين 5-2 كل انت عدل امام بروسيا دورتوموندي 2-2 فلفزبورغ فاز على فيردر بريمان 2-1 بروسيا مشنغلاتبخ فاز على شالكة 3-0 اما اليوم على 21 مارس 2021 مينز فاز على وفنهايم 2-1 فارت برلين فاز على بيرل فيركوزن 3-0 وفريبورغ فاز على اوغزبورغ 2-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني سنننتعرف على ترتيب الهدفين متصدر ترتيب فرق الدوري الالماني في المركز الاول البايرن برصيد 61 نقطة لايبزيك في المركز الثاني ب57 نقطة في الفلسبورغ المركز الثالث ب51 نقطة ايندرخت فرانكفورت المركز الرابع ب47 نقطة بروسيا دورتوموند المركز الخامس ب43 نقطة بايرل فيركوزن على المركز السادس ب40 نقطة واقلنا بروسيا دورتوموند ب43 نقطة يونيوم برلين المركز السابع ب38 نقطة فريبورغ المركز السامن ب37 نقطة شتوتجارد على المركز التاسع ب36 نقطة بروسيا ومشنغلات بخل المركز العاشر ب36 نقطة هوفنهايم المركز الحادي عشر ب30 نقطة فيردار بريمن المركز الثاني عشر ب30 نقطة اوغزبورغ المركز الثالث عشر ب29 نقطة هيرتا برلين المركز الرابع عشر بربعة وعشرين نقطة باينز في مركز الخمس عشر بربعة وعشرين نقطة كولين المركز السادس عشر بثلاثة وعشرين نقطة أرمينيا بيلفيلد المركز السابع عشر بثلاثين وعشرين نقطة وشالك المركز السامن عشر والأخير بعشرين نقطة خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين متصدر هدف الدور الألماني في المركز الأول روبرت تلفيندوفيسكي لعب أرنمينيخ في الصدارة بخمسة وثلاثين هدف المركز الثاني أندريا سيلفا لعب أينتراكت فرانكفورد ب 21 هدف وإيرلين غالند لعب بروس دورتوموند في مركز الثالث فوتر فيوغرست لعب فولفسبورغ ب 17 هدف في مركز الرابع أندريج كراماريتش لعب ب 14 هدف في مركز الخامس ساسا كلازيتش لعب شتوتجارد ب 13 هدف في مركز الثالث لارس اشتند اللعب بروسة ومشن غلاتبخ واسيلاس ومنجاتوكا لعب شتوتجارد وكل منهم 11 هدف خلنا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف متصدر صناعة الأهداف لعب بارني منخ المركز الأول ب 14 هدف في مركز الثاني فيليب كوستيتش لعب أينتراكت فرانكفورد ب 11 هدف مركز الثالث جوناس هوفمان لعب روسة مشن غلاتبخ بعشرة أهداف وجوش هكيمتش لعب بارني منخ المركز الرابع ديتش كماتا لعب أينتراكت فرانكفورد صناعة 9 هدف وجدون سانشو لعب بروسيا جورت مندو وكينغسلي كومان لاعب بارني منخ واليوري ساني لاعب بارني منخ وكان معكم محمد نرود ديمين كانت من الآخر الخلاص اشتركوا في القناة فعل زر الجرس عملاك الفيديو دراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته